اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد جدل رفقت عينها وإثر أجواء مشهونة شهدت الخطوط التونسية تم رسمين آثاء ألف الحمدي من مهامها كرئسة مديرة عامة على رأس شركة الخطوط التونسية وفق ما أعلنته وزارة النقل واللوجستيك صباح اليوم وقد ألغيت الندو الصحفي التي كانت من المبرمج أن تعقدها الحمدي في حدود الساعة الثامنة من صباح اليوم الأسباب هما أدرة بالأسباب لكن ثم برشة توترات صارت من اللي صارت تعيينها في الشركة وعكس راو اللي قاعد يتقال معناها هاو النقابات وهاو الواحد والبيانات اللي قاعدها خرجت وإحنا قابلنا معها وتجاوزنا الخلاف اللي صار الاعتصام اللي هو كان تلقائي معناها من طرف المتعاقدين حبينا نخدمه بهم ثم حاجات ثم أولويات الشركة تعرف وتمر بصعوبات كبيرة كانت ثم هي عندها أولويات أخرى معناها نحن رينيها اللي هي معناها ما هيش معناها من الأولويات اللي عنا ووفق تصريح لوزير النقل واللوجستيك مؤشق شوق في هذا السياق فإن قرار إقالة الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية جاء على خلفية خرقها لواجب التحفظ والنشرها لوثائق إدارية على موقع التواصل الفيسبوك بما لا يتماشى ونوميس الدولة وتقاليدها وفق الوزير وأكد شقشوق أن القرار يأتي استجابة للمسؤولية الوزرية التي تحملها ولا صحة لكون اتخاذه تم بضغط من الاتحاد العام التونسي للشغل معربا عن احترامه للاتحاد كمنظمة وطنية لها تاريخها كما اعتبر وزير النقل واللوجستيك أن أخطاء الرئيسة المديرة العامة السابقة للخطوط التونسية قد تكررت بصفة غير مقبولة وغير مسؤولة وفقه وآخرها عدم امتثالها لتعليمات سلطة الإشراف المتعلقة بوجوب حضورها في اجتماع مبرمج للاثنين لمتابعة القرارات التي تم اتخاذها خلال المجلس الوزرية المنعقد يوم التاسع عشر من فيفري الجاري والمتعالغ بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ كامل مجمع الخطوط التونسية وفي سياق هذه الإقالة في الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشغل نورجين تابوبيان يكون الاتحاد قد ضغط على أي طرف لإقالة الرئيسة المديرة العامة للخطوط التونسية مؤكدا أنه لم تكن للاتحاد أي تحفظات في البداية تجاهها في خطوة مدنية يعاضدها رأي وزير الشؤون الاجتماعية المسؤول صلب الدولة عن مساواة تونسيين في الحقوق الاجتماعية أعلنت منظمة أن يقظ أنها أودعت قضية في تجاوز السلطة ومطلب إيقاف تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار القاضي بتمتيع القضاة بمنحة خصوصية وتصفيتها من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق الاجتماعية القضاة كانوا نفذوا إضرابا مفتوحا مطولا دام شهر يزيد رفعوا خلاله أربعة مطالب على رأسها تحقيق إصلاحات لسلك القضاة وتوفير ظروف مادية لهم تستجيب للمعايير الدولية عربت منظمة أن يقظ عن أملها في تفاعل سريع من المحكمة الإدارية من أجل إيقاف تنفيذ قرار وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار القاضي بتمتيع القضاة بمنحة خصوصية وتصفيتها من الضريبة وتحميلها على عاتق المؤجر والصناديق والصناديق الاجتماعية ورفعت المنظمة طلب النظر في القرار الذي وصفته بالجائر لضربه وفق تقديرها مبدأ المساوات بين المواطنين وافتقاري الشفافية في وقت تعيش في تونس أزمة اقتصادية خانقة سريع عيوب شكلية وجوهرية أهمها أنه مخالف لقواعد النشر ما تمش نشر القرار هذية وكان سري مفعوله رجعي لأنه يطبق على أشهار اللي فيت وكل شيء وهذا مخالف زيد المقاررات الإدارية زيد مخالف لمبدأ المساوات الدستورية الفصل 21 مخالف لمبدأ الفصل 10 من الدستور اللي يعتبر أنه المواطنون المتساوون أمام العبائل الجبائية والعبائل العامة وأيضا أنه الأموال العمومية لازم تصرف حسب مقتضيات الاقتصاد الوطني مخالف لمجال الضريبة على الدخل الأشخاص طبيعيين والشركات والسند إلى أوامر نحن نعتبرها غير دستورية القرار المضمن في مراسلة من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار إلى وزير العدل بعنوان تطبيق المقتضيات الاتفاقية المبرمى بين رئاسة الحكومة والعيكل القضائية مثل إذا لمثار دعوة موضوعية بغاية إلغائه ودعوة ثانية لوقف تنفيذه وحسب رئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة الإدارية عماد الغابري فالقاضي المتعهد سينظر في الجانب الشكلي قبل المرور إلى الجوانب الأصلية لمسألة ألبت فيها يبقى قضائيا يعني مسألة القبول من عدمها من الناحية الشكلية أو من الناحية الأصلية على كل حال هو الترف القائم بالدعوة سواء على المستوى القضية الموضوعية الأصلية يعني دعوة تجاوز السلطة أو توقيف تنفيذ قدم جملة من المطاعن جملة من المستندات قضاء توقيف التنفيذ هو من الاختصاص الحصلي السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ينظر فيه تبقى لفصلين 39 و40 من قانون المحكمة الإدارية وثم أجال معينة ضبطها لفصل 40 هي أجال استعجالية ذلك على ما قلنا من اللول هو قضاء استعجالي ينظر فيه يعني في أجل شهري نجم يبد فيه ولكن هذا الأجل نجم يعني يمتد أكثر من هذه الفترة بقليل ورفعت وزارة الشؤون الاجتماعية الفيتو ضد الطلب إعفاء منحة القضاءات من الأداء وتحميل الصديق الاجتماعية العبء الجمائي ناتج عنها وفاد الوزير محمد ترابلسي منتصف الأسبوع الماضي أن المنح التي يتم إقرارها دون صدورها في الرايد الرسمي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يتم احتسابها في التقاعد وموارد السنديق الاجتماعية هي أموال المنخرطين ولا يمكن انتصرف فيها وأي قرار سياسي للدولة يهم الدولة في جديد الأزمة الدستورية وسياسية الخانقة التي تعيشها تونس أعلن رئيس مجلس نواب الشعب رشد الغنوشي ألوينة الأخيرة مبادرة قال إنها لحل حالة الوضع المعقد وقدر مراقبون ومحللون الشأن العام والسياسي في تونس أنها لن تكون مخرجا من عنق الزجاجة ولا حلا للأزمة المتشابكة الخيوط وسط مزاج سياسي سمته التوتر المتابعون يقولون إن الواقع يقتضي ابتكار حل من خارج المنظومة السياسية لنتابع معا بحثا عن حلا لأزمة أداء اليمين الدستورية أطلق رئيس مجلس نواب الشعب رشد الغنوشي مبادرة مفادها عقد لقاء ثلاثي يجمع الرؤساء الثلاثة لحل حالة الأزمة مبادرة تصنف وفق مراقبين بأنها ولدت ميتة ولن تكون بداية حل للأزمة خاصة في ذل ارتفاع سقف الصراع السياسي ووجود خطاب التنافي بين مكونات السلطة نعرف في مستوى الكواليس هناك الآن رغبة في الإقصاء والإلغاء المتبادل لكل طرف للطرف الآخر في هذا الوضع اعتقد أن هذه المبادرة بقطع نظر عن حقيقة نواياها قد أتت متأخرة وربما هي شكل من أشكال تحميل المسؤولية لرئيس الجمهورية أزمة السياسية لن تحل مسألة الحوار لابد لها من أرضية لإنجاحها ثم أنه مسألة الحوار لابد لها من استعدادات نفسية للطلاقي ولإيجاد الحلول للبلاد وبالتالي أعتقد أنها مبادرة ولدت ميتة لأنها لم تجد أذانا صاغية ولم تجد أذانا صاغية ضمن هذا المناخ الخطابي المتوت وبما أن الأزمة في تونس تحولت إلى أزمة هيكلية مركبة تتداخل فيها الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية علاوة على أن مستوى العلاقة بين الرؤساء الثلاث وصل إلى درجة من التدهور غير مسبوقة ما يتوجب ابتكار حل من خارج المنظومة السياسية تقوم به المنظمات الوطنية استئناسا بتجربة الحوار الوطني لسنة 13 و2000 ولكن بسيغ مغايرة اليوم أعتقد بأن المنظمات الاجتماعية باعتبارها منظمات مستقلة وتقف على نفس المسافة لابد لها أن تلعب دور وطني آخر مثل ملاعباته سنة 2013 ليس بنفس الصيغة وإنما بسيغ أخرى تكون أكثر مجدية وأكثر فاعلية الرباع الراعي للحوار مضافا إليه منظمات أخرى خاصة الاتحاد المرأة والاتحاد الفلاحين هذه المبادرات قد تحمل الحل ولكن الآن هناك السؤال الحقيقي من سيدفع الثمن لأنه يبدو أن الحل يمر عبر إبعاد أو استبعاد أحد مكونات الأزمة على ما يبدو ليس هناك من أفق لحل الأزمة في تونس وتغليب ثقافة الحوار وتقديم التنازلات بين مكونات الحكم والقبول بمبادئ الديمقراطية القائمة على إيجاد أجوبة حتى للأسئلة الممنوعة رئيس الجمهورية باقي على العهد موصلة المسار الذي انطلق منذ السابع عشر من ديسمبر عشر وألفين من أجل حق الشباب التونسي في وطنه هذا ما أكده الرئيس قيسس عيد منذ قليل لدى استقباله الناشطة في المجتمع المدني صيل معتمدية السخيرة من ولاية السفاقس حافظ الفتوري بقصر قرطج رئيس الدولة قال إن هذه المقابلة ستكون تمهيدا للقاءات أخرى مع الشباب الثابت والصادق الذي رفع شعارات منادية بالحرية والعدل والكرامة الوطنية ولم يتعرض لأي مؤسسة عمومية أو خاصة بسوء يذكر بل تصدى لكل من حاول المسى بالأعراض والأموال نحن اخترنا طريق الصدق طريق التي خطوا الشباب في أواخر سنة عشر وآلفين وبداية سنة أحدى عشر وآلفين أما من اختار النفاق والتنون لكل الألوان حسب الظروف وحسب الأهواء وحسب المصالح فبالتأكيد سيأتيون ينفظهم في الشعب بعد أن ينفظهم التاريخ مرحبا بك ومرحبا بكل الشباب الذي آمن بأننا قادرون على صنع المعجزات آمن بتحقيق ثورة في ظل الدستور وحققناها وسنعمل إن شاء الله في المرحلة القادرة على تحقيق مطارب التونسيين والتونسيات بكلهم وفي شتر جريدة صحراوي الفاتن مشروع لاستخراج الملح الطبيعية فكر له وسعى فيه أحد المستثمرين شبان وعلى أهميته ومحاولات صاحبه المتعددة لأكثر من ثماني سنوات تعطل تنفيذه بسبب البيروقراطية الإدارية المقيتة التي تأيد أحلام الشباب التونسي وتسد وفاقح بخطوات ثابتة يتوجه يوميا عماد العمري وهو أحد المستثمرين لمراقبة انطلاق تهيئة مشروعه والمتمثل في استخراج الملح الطبيعي بشط جريد وتهيئة أحواذ للانطلاق في التجارب الأولية لمعالجة الملح وذلك بعد أن تحصل هذا المستثمر الشاب على كافة الرخص القانونية بعد رحلة دامت ثماني سنوات رغم أن الطريق للتحقيق الأهداف كانت معابدة بالصعوبات إلى أن هذا الشاب تشبث بحلمه لإنجاز هذا المشروع مرت علينا تقريبا ثلاثة واربعة حكومات وتغيرت الوزارات تقريبا أربعة أو خمسة وزارات غيروا وكنا في كل مرة فمتني ولا الإشكاليات والبيروقراطية الإدارية كانت عايق كبير يسر لكن في الآخر الحمد لله نحن نرى العزيمة باهية ونحن إن شاء الله من خلالي أنا ومن خلال عديد الأمثل نعطي إن شاء الله مثال للمستثمرين أنتوا أنسك كله للشبين أنتوا أنسك كله أن يكون عندهم طموح غياب تام لأي دعم أو مرافقة من طرف الدولة لمثل هذه المشاريع خاصة بعد التنقيحات الأخيرة في مجلة الاستثمار وضع أرهق هذا المستثمر خاصة في ذل أزمة الكورونا التي زادت الوضع تعقيدا بموجب قانون مجال الطاقة والمناجم عندك الحق في عامين دوروبو ولا في ريشارش متاع دو بارتنير ومن بعدها فوزاد دون لوبليغاسيان أنك تدخل تعمل عملية الاستثمار متاعك إذا ما عملتش عملية الاستثمار متاعك أوتوماتيك مونتنجم تكون مهدد بسحب الرخصة أحنا من سنة 2018 دخلنا على وضع 2019 وضع اقتصادي وسياسي قاسي نوعا ما ويخلط عليه سنة 2020 وضع صحي وبائي عالمي العامين هذوما خلونا نوقف كومبليتمون في الكوروديناسيون مع البرتنيري ترانجية الظروف صعبة تحوم حول نجاح المشروع إلى أن هذا الشاب لا يزال متشبثا بأمل النجاح ومتحديا كل الصعاب من أجل مواصلة الطريق نحو مستقبل أفضل وضع البلاد الحالي وصعوباته الاقتصادية والحلول الممكنة في مواجهتها في ظل تداعية أزمة كورونا وتأثيرتها السلبية على مختلف القطاعات والمستويات الاقتصادية والاجتماعية مثلت تأهم محاور لقاء جمع اليوم رئيس مجلس النواب رشد الغنوشي برئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول في قصر بردو اللقاء تطرق أيضا إلى الوضع السياسي المتأزم وتأكيد ضرورة التزام الأطراف كلها روح المسئولية وتعقل وتوخي منهج الحوار وتكثيف التشاور في شأن الصحي قال عضو لجنة العلمية لمجابهة كوفيد-19 نيس جلوز إن الوضع الأسبوع الماضي الوبائي غير مشجع باعتبار استقرار معدل حالات الوفايات والإصابات اليومية بعد الانخفاض الذي عرفته مؤشرات انتشار الفيروس في الأسبوع الثاني من فيفريا الحالية وبخصوص اللقاحات ضد فيروس كورونا والمنتظر جلبها بداية مارس المقبل أكد نيس جلوز أنه سيتم ضبط استراتيجية واضحة لتطعيم الأشخاص الذين يعانون الحساسية المفرطة ضد فيروس كورونا ولتحديد آلية التعامل مع الحالات الممكنة كلها تفاصيل أوفا نتابعها مشاهدين في التقرير التالي الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة ليسوا ممنوعين من التطعيم هذا ما أكده عضو اللجنة العلمية لمجابات فيروس كورونا ينس جلوز اليوم مضيفا بأنه سيتم الاعتماد على أراء اللجنة المختصة والمركز الوطني لليقظة دوائية بخصوص تطعيم الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة ضد فيروس كورونا وبتحفظات في الاستخدام وأوضح عضو اللجنة العلمية لمجابات فيروس كورونا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه سيتم ضبط استراتيجية واضحة في الغرض لتحديد آلية التعامل في هذا الشأن واعتبران الأعراض الجانبية لتلقي تلقيح ذات فيروس كورونا لا تبعث على الخوف فهو كبق الأدوية وأنواع التلقيح الأخرى له أثار جانبية وتتمثل في أوجاع في موضع التلقيح وارتفاع طفيف لدرجة الحرارة ووهن وبخصوص خير مستجددته ملف جلب اللقاحات ذات فيروس كورونا استبعد رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ذات فيروس كورونا الهاشم الوزيرة أن تتولى الخطوط التونسية جلب اللقاحات إلى تونس على متن طائراتها مواضحاً المخابر العالمية عادة ما تتولى الشحن ونقل اللقاحات بنفسها باعتبار ما تحتاجه هذه المواد من معدات خاصة للتبريد كما شدد رئيس اللجنة على أنه لا يوجد إشكال على مستوى تخزين اللقاحات المنتظر جلبها إلى تونس بداية من شهر مرسى القادم باعتبارها أن وزارة الصحة وضعت خطة لتخزين وتبريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتي ينتظر وانتبلغ ثمانية ملايين وثمانمائة ألف جرعة لقاح هذا العام وفي آخر تطورات الوضع الوبائي أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء أمس عن تسجيل ثمان وثلاثين وفاة جديدة جرأ فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وسبعمائة وتسع عشرة إصابة جديدة بالفيروس فيما تم تسجيل تعافي مائتين وتسعين مصابا أعلنت وزارة داخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين أن الوحدات التابعة للقوة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب بالقصرين تمكنت خلال الأيام الفريطة من كشف مخبأ عناصر إرهابية بأحد جبال ولاية القصرين وعثرت على كميات من المتفجرات العسكرية به معدات لصنع الإلغام وكمية من مادة الأمونيتر وحوية بلاستيكية مملوئة بكمية من مادة يشتبه في كونها متفجرات قدر وزنها بحوالي 23 كيلوغراما جاء في البيان أنه تم حجزها من المخبأ المكتشف ليؤكد المصدر أن هذه المادة المشبوهة هي متفجرات عسكرية من نوع تي أن تي شديدة الخطورة الوزارة قامت بالتسخير اللازمة لحجز المواد المذكورة عن طريق إدارة الشرطة الفنية والعلمية بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع الوحدات الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطنية لتتولى وحدات الهندسة العسكرية بعد الحصول على الأذون اللازمة من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بأعدام المحجوز في شأن آخر تعتبر منطقة الشمال الغربي خزانة تونس من الماء إذ تسخر بالثروات المائية الهامة البطنية والسطحية منطقة اشتيبية من ولاية جندوبا يشكو سكانها فقدان ماء الشرب ويلجأون إلى عين لا تتوفر فيها أدنى شروط الصحة للتزود بالماء وهي المنطقة التي تبعد بضعة أمتار عن سد بن مطير مياه عذبة تنساب عبر هذا الوديء وعلى بعد بضعة أمتار منها يشكو عديد السكان بالمناطق الريفية بولاية جندوبا من العطش عيون لا تستجيب لشروط الصحة والسلامة أضحط مقصد السكان في هذه المنطقة المحاذية لسد بن مطير والتي تعد من أهم المناطق في بلادنا من حيث كميات الأمطار والماء ماشي 240 أو 250 كيلو متر من 30 بيه ونحن عشانين بجنبه عين واحدة هي عين واحدة حتى العيون مع الناش نحن بحضانة للسد وعين واحدة تتعب منها نسكر الجمعية التونسية للمياه والغابات كانت قد وضعت عديد الدراسات والمقترحات لتمكن هذه المناطق من حقها في مياه الشرب إلا أن ما اعتبرته التعقيدات الإدارية وعدم استجابة الهيكل المركزية والجهوية حالت دون ذلك قلبين من الوزارة في لقاءات إقليمية وجهوية حتى نتقدم بالملاحظات تانا حتى نقدم التحفظات تانا مع العلم اللي احنا قدمناها في اليوم البرلماني الوطني وقدمناها في اليوم البرلماني للشمال الغربي اللي تم في تبارقة ثم نقدم فيها ولو في ورشات عن بعد مع وزارة الفلاحة في عديد المناطق بالشمال الغربي تضمر من غياب الماء الصالح لشراب رغم ما تزخر به هذه المناطق من ثروات مائية صيانة المناطق الرطبة في تونس تعتبر أولوية إيكولوجية خصوصا وأن البلاد تعرف فقرا مائيا متأكدا سنة عن سنة أسبوع الاحتفاء بالمناطق الرطبة تحت شعار المياه والمناطق الرطبة والحياة لا تنفصل مبادرة مشاركة بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية وصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا تروم توعية التونسيين بأهمية هذه المناطق ذات الثراء الإيكولوجية والمهددة بالتغيرات المناخية المحتدة والتوسع العمراني الممتد ترح المشاركون في الندولة خصوصا للاحتفاء بأسبوع المناطق الرطبة الإشكالات التي تتربس بهذه الثروة الإيكولوجية في تونس واستدامتها والعمل على حمايتها كإرث وطني وعالمي ببعده الإنساني والبيئي قاعدين نخدموا من تاوى من 1994 ومن قبل على حماية المناطق الرطبة على خاطرها مناطق موجودة في وسط مناطق حضارية موجودة في وسط الغابات وما هيش محمية بالطريقة اللي لازم تتحمي وكل عام يزيد قاعدين نأثروا عليها بطريقة غير مستدامة قمنا باستراتيجية خاصة بالمناطق الرطبة فيها ثلاث محاور محاور للحفاظ على هذه المناطق تثمين هذه المناطق وخلق مواطن شغل للمتساكني بجانب هذه المناطق ولعل صون المدين رطبة إزا ما تشهده تونس من ندرة في المياه من الحلول اللازمة لضرورة المحافظة على الثروة المائية لغيرها لمدينة غار الملح في ولاية بنزرد التي حظيت بحلامة رمصار لما لها من تنوع إيكولوجي فريد منوري وقد ديش مناطق الرطبة راهي حلول طبيعية ما تكلفش برشا كيفش نرجع هالبحيرة ذية الإيكو سيستام والفونكسيونمون إيدغولوجيك متاحة يرجع كما كان قبل ما يكون هالتدخل عمراني الكبير وهالطرقات والميناء والحاجات اللي تبنيت اللي ماخذتش بعين الاعتبار برشا الطبيعة والفونكسيونمون متاح بحيرة غار الملح والسبخة اللي فوقها القطعاية اللي هي انفلاحة موجودة من وقت الأندلسيين واللي هي محافظين عليها وليد غار الملح واللي احنا نحب ونعاونوهم شبكة محميات وطنية عدة ومنها المناطق الرطبة عنا 17 حديقة وطنية 27 محمية طبيعية 41 منطقة مصنفة في اتفاقية رمسار ذات أهمية عالمية وعندنا 211 منطقة رطبة طبيعية في مسبخ وعندنا 900 منطقة رطبة استناعية كما لبغاجة ستغير في الأثناء ينتظروا أن تحظى مناطق رطبة أخرى بمشاريع الحمايتها وصونها على غرار سبختي السجوم والسلمان ووادي مجردة وقرعة السجنان في صفحة الخبر العربي والعالمية دنت منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية محاولة اغتيال وزير داخلية حكومة الوفاق الوطنية الليبية فتح بشآغة أمس الأحد دعيتان إلى ضرورة فتح تحقيق سريع وشفاف في الهجوم وتقديم منافذيه إلى العدالة حالة من التنديد والاستنكار عقبت حادثة محاولة اغتيال وزير الداخلية الليبي فتح بشآغة بعد تعرض موكبه في العاصمة الليبية ترابلس لإطلاق نار من قبل مسلحين حيث أدانت الأمم المتحدة بشد استهدف وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطن الليبية مشيرة إلى أن هذه الأعمال التي وصفتها بالمتهورة تهدد الاستقرار والأمن وأعرب الممثل الخاص الأمن العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يانكوباتش عن قلقه البالغ إزاء الحادثة التي تهدف وفقه إلى عرقلة العملية السياسية وغيرها من الجهود لدعم ليبيا وشعبها ودعا كوبيتش إلى إجراء تحقيق كامل وسريع وشفاف في الحادث الذي قال إنه يؤكد مرة أخرى مدى أهمية إبقاء جميع الأسلحة في أيدي السلطات الشرعية فقط من جهته أعرب السفير الأمريكي لدى ليبيا عن غضب الولايات المتحدة من محاولة الإغتيال الفاشلة مؤكدا أن بلاده تدهم تركيز الوزير باشاغ على إنهاء نفوذ المليشيات المارقة ودعا سفير الولايات المتحدة في ليبيا إلى إجراء تحقيق سريع لتقديم المسؤولين عن محاولة الإغتيال إلى العدالة وكانت وسائل الإعلام الليبية قد تنقلت خبر محاولة اغتيال فاشلة استهدفت الأحد فتح باشاغ خلال تعرض موكبه لجوم بالرصاص من قبل مسلحين بسيارة مصفحة ربعية الدفع أثناء موره بمنطقة جنزور غربي ترابلوس دون أن يتعرض لأي أذاء كذلك أعلنت لومم المتحدة كما أعلنت الدولة الإيطالية نبأ مقتل سفير الإيطالي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية وحارسه وسائق يعمل مع برنامج الأغذية العالمية أعلنت مقتلهم جراء هجوم استهدف قفلة تقلهم شرق البلاد اليوم عشرة المجموعات المسلحة تنشط بمنطقة فيرونغا المحمية الطبيعية الضخمة والمناطق المحيطة بها على امتداد حدود الكونغو الديمقراطية مع رواندا وأغندا إذ تعرض حراسها للهجمات مرارا وقتل ستة منهم في كمين الشهر الماضي ليصرح المتحدث باسم المحمية قائلا إنه لا وجود لدلائل إلى الآن عما يقف وراء الهجوم كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها فيرونغا هي مجمع حدائق طبيعية ذات سيط عالمي بركانية وجبلية وغابية وهي أول حديقة وطنية في تاريخ القارة السمراء تأسست عام 25 وتسعمائة وألف تتعرض الصنوات الأخيرة بسكانها وثرواتها إلى مخاطر الحرب الأهلية والصيد الاستنزافية الذي يتأكل مقدرات القارة الشب إلى الخبر الرياضي الآن فقد أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الافريقي لكرة القدم تأجيل مواجهة النجم الرياضي ساحلي وينغ بافلوزا الإسواتيني لحساب إياب الدور السادس عشر مكرر من كأس الكونفدرالية وذلك للمرة الثانية بعد أن كانت المواجهة مبرمجة لليوم الاثنين قبل أن يقع تأجيلها لغدن الثلاثاء بما لعب الطيب المهير بسفاقس انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر والتأجيل سببه وصول الفريق الإسواتيني متأخر اليوم إلى تونس النجم الرياضي ساحلي حقق انتصارا ثمينا في ذهاب لقاء خارج قواعده بثنائية مقابل هدف واحد وكانت قرعة دور مجموعات كأس الكونفدرالية الافريقية التي سحبت بعد ظهر اليوم قد وضعت النادي سفاقسي والنجم الرياضي ساحلي في حال تأهله في المجموعة الثالثة مع كل من سليتاس البوركيني وجرافة سنغالية المجموعة الأولى تظن مكلة من وفاق الصيف الجزائرية وأورلاندو بايرتز الجنوب الافريقية وأهل بنغازيا الليبية فيما تجمع المجموعة الثانية أندية كل من نهضة بركان المغربية وشبيبة لقبايل الجزائرية وكوتونسبورا الكاميرونية ونبسا ستارز الزنبية بينما يتنافس في المجموعة الرابعة كل من الرجاء البيضوية المغربية وبيراميدز المصرية وانكناة الزنبية ونمونغو التنزانية وبرميرو دي اوغوستو والانجوليا حجز وسط المنتخب الوطني لكرة القدم مقعدهم في ربع نهائي كأس الأمم رغم الهزيمة أمس بهدف لاثنين أمام منتخب إفريقيا الوسطى لحساب الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية المنتخب التونسي ضمن تأهله إلى الدور القادم كأفضل ثالث بعد جمعه أربع نقاط من فوز على نميبيا وتعادل مع بوركينافاسو وهزيمة على يد إفريقيا الوسطى ناية الموعد الإخبار لمشاهدين الكرام وهذا تذكير بالعنوين إعفاء الرئيس المدير العام للخطوط التونسية بسبب ما اعتبرته وزارة الناق الخرقها واجب التحفظ ونشرها وثائق إدارية على مواقع التوصل الاجتماعي استقرار معدلات الوفايات والإصابات اليومية بكورونا والهشمي لزير يقول إن وزارة الصحة وضعت خطط لتخزين لقاحات المضادة للفيروس وتبريدها أمام افتقار تونس للمياه المناطق رتبة ثراء إيكولوجي مهدد بالتغيرات المناخية وتوسع العمرانية هذه الأخبار وغيرها تتابعونها عبر بوابط التلفز التونسية بيت التونسيين سارة طيبة